عبد الله من كندا يقول هل يجوز استعمال الهاتف في المسجد قبل دخول الإمام ليبدأ صلاة الجمعة عبد الله بارك الله فيك طبعا المعروف أن الإنسان إذا راح إلى صلاة الجمعة يستثمر كل لحظة من لحظات وجوده في المسجد في عبادة أو في طاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء يصلي ما شاء يقرأ القرآن يذكر الله فإذا كنت تقصد استعمال الهاتف قبل طلوع الإمام على المنبر في عمل صالح ما في بأس إذا كنت تقصد استعمال الهاتف في أمر مباح تتصل بأهلك بزوجتك أو ترسل رسالة أو تقضي مصلحة مثلا مباحة ما في بأس بشرط قبل أن يصعد الإمام على المنبر أما إذا كان للهو أو اللعب بالهاتف أو والله هكذا قضاء وقت وتقطع وقت لا لا هذا ما يليق بالمسلم ما يليق بالمسلم في بيت الله عز وجل ويفعل مثل هذا الفعل وتصرف مثلا تصرف هذا ما يليق بارك الله فيك